بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلوم لعنى الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين ما خاب الله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم سادة يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيم ولزينب ندب لفقد شقيقها ولزينب نوح ندب لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات الركع اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمع اليوم قادوني بضرب يا أخي اليوم قادوني بضرب يا أخي يا أخي يا أخي والسوط ألمني وأطفالي معي يا أخي يا أخي اليوم شبونا آرهم في منزلي آرهم ومتن زينب كسر يا صرخت تنادي والفؤاد تفطر يا نعم جواب يا حسين أما ترام أنعم جواب يا حسين أما ترام شمر الخناحة بالسوط أي لم أضلعي فأجابها يا حاح من فوق شعايا لاهقة القناة قضي القضاء بما جرى يا فاسترجعين وتكفلي حايل اليتامى ونظرين ما يا كنت أصنع في حماهم فايا يصنعي يدقل لبعيني 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 لك عيامي لك والله والله يعي عليك وبروح لسجت لك أطفالك أخي أخي الموت 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 لا يرضى بدالك بدالك والله رحنا تركلنا في دالك القلب شاجر على ابن أمي والله والله وداوي يتضع ضع والهدم صبري وداوي 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 لا مجروح حتى قعيد وداوي وداوي ولا غايب وقل يعود لي بسم الله الرحمن الرحيم رحيم فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين آمن آمننا بالله صدق الله العلي العظيم عطر أفواهكم وزين مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد آمن الكون كل الكون عبارة عن حلقات تتناغم مع بعضها البعض كل ما في جزيئات هذا الكون من كواكب في السماوات العلاة ما يوجد في الأرض لو دققنا النظر لو وجدنا أن هناك نوع من العلاقة بين الكثير من هذه الأشياء كلها تؤثر في بعضها وتتأثر المثل مثلا على سبيل المثال القمر في كبد السماء يتأثر بالشمس فيأخذ أشعته من الشمس ويؤثر في الأرض وهو في كبد السماء يحدث ثورة في الأرض ويحدث مدا ويحدث جزرا في البحر هذا البحر المتلاطن القمر من كبد السماء يؤثر فيه الشمس كذلك تؤثر بالأرض تنفع الأرض تؤثر بالقمر وتتأثر أبخرة تؤثر في البحر وتتأثر في البحر تؤثر فيه من خلال وجودها تصعد أبخرة إلى السماء البحر يصير سبب لتكاثف الغيوم فتصير حاجبة تحجبها عن الأرض هذه هي طبيعة الحياة أشياء تؤثر في بعضها البعض تشوف نجم يظهر في السماء قبل سنوات سنة خمسة وتسعين ستة وتسعين أنا أذكر في لبنان كنا ظهر مذنب هالة أو هالي بمجرد أن ظهر في كبد السماء أحدث هزة أرضية في المنطقة آنذاك فمذنب يظهر في السماء يحدث هلعاً ويحدث هزة أرضية في الأرض هذه هي الحياة لو دققنا النظر والأمثلة كثيرة لا أريد أن أضرب أمثلة في هذا المجال وإنما إشارة عابرة الإنسان هو الحلقة الأهم في منظومة هذا الكون الحلقة الأهم يتأثر ويؤثر كبقية الأشياء تأثر الإنسان في الواقع الإنسان في تأثره ضعيف إلى أبعد الحدود مسكين ابن آدم تؤذيه البقة وتمتنه العرقة وتقتله الشرقة شرقة هذا الشخص الذي يذهب إلى نوادي وتشوف عنده عضلات بقة صغيرة تجعله لا ينام الليل بمجرد أن يعرق بدنة تفوح منه رائحة كم من الناس أقوياء ولكنهم بشرقة ماء فارق الحياة هذا الإنسان ضعيف يتغير الطقس يتغير الجو عليه وإذا به يسخن ينام أيام في البيت وعليه حرارة يتأثر الإنسان وتأثره سريع وضعيف في تأثره ولكنه أقوى ما في الوجود في تأثيره الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان أقوى قوة في تأثيره بالأشياء التي تحيط به جعله وجعل له إمكانيات من خلالها أن يؤثر في السماء يؤثر في الأرض يؤثر بكل ما يحيط به يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أو حتى لو بعيد عن الله البعض بحركات مثلا معينة قد يكون ما يعتقد بالله سبحانه وتعالى ولكن يتبع بعض الأمور وبعض التعاليم من خلالها يؤثر سحر أو شيء من هذا القبيل قوة تأثير الإنسان تصل إلى مرتبة إلى أن يأخذ عصى بيده فيفتح في هذا البحر المتلاطم افنعش طريق فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم افنع الشارع في قلب البحر ويمرون الأسباط كل سبط في هذا البحر قوة تأثير الإنسان في الواقع هذه الجبال التي لا تسمع لها حسا لا تسمع لها صوتا لا تسمع لها أنين وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير يا جبال آية أخرى يا جبال أوذي معه تشوف النبي داود يمر ويسبح الله والجبال تردد ما يسبح نبي الله داود على نبينا وعلى آله وعليه السلام قوة تأثيره يحرك الجبل في الواقع يحرك الجبل يخلي الجبل يطلع من عنده صوت قوة تأثير الإنسان اقرأوا في تفسير هذه الآية اقتربت الساعة وانشق القمر في تفاسير مدرسة أهل البيت وغير مدرسة أهل البيت الكل البخاري والترمذي وغيرهم ينقلون اقتربت الساعة وانشق القمر جاء أهل مكة إلى النبي قالوا أظهر لنا آية من آياتك انت متدعي ظهر لنا آية قال ماذا تريدون قالوا له شق لنا القمر اقرأوا في الكتب واقرأوا في تفسير هذه الآية في التفاسير في الواقع من المفسرين وروات الحديث قالوا شق لنا القمر فأشار النبي إلى القمر وهو في كبد السماء فانفلق إلى نصفين ثم أشار إليه صلى على محمد وعلى محمد ثم أشار إليه فرجع ثم أشار إليه فرجع حس هذا انفلق إلى نصفين مولانا دخلنا بمعادلات فيزيائية وكذا شلون ممكن وفضاء وشيء وهذا هذا في وقته هذا في وقته اللي يعتقد بالقرآن المفروض أكو أشياء أخرى لازم يضعها جانباً في وقت أبحث أشياء من هذا النوع بالنهاية قوة تأثير الإنسان وهذا من القرآن الكريم في الواقع يؤشر إلى القمر يشقه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أخذ حصى بيده وانطقها الله عز وجل حصى صارت تسبح وسلمت على النبي الأعظم وللدينا الكثير إذا كان الجبل يسبح مع داود فطبيعي حصى صغيرة تسبح مع النبي القضية ليست صعبة في الواقع قوة تأثير الإنسان بقوة ارتباطه بالله سبحانه وتعالى بمقدار ما يرتبط بالله يزداد تأثيره هذا الإنسان الذي يؤثر بالأشياء التي تحيط به لا يترك أثراً على الأرض لا يترك أثراً على السماء هل تحن الأرض وتحن السماء له؟ تحن إلى؟ إذا ابتعد عنها؟ إذا فارقها؟ أم لا؟ ماكو أي تأثير في الواقع انتهى، راح لا في الواقع، يؤثر الإنسان عندما يفارق الإنسان الحياة الإنسان العادي أي إنسان في الكثير من الكتب التاريخية والرواة الحديث، الطبري وغيره ينقلون والقرطبي وأبن كثير في تفاسيرهم أحاديث متعددة على أن الإنسان إذا مات بكاه موضع سجوده أربعين صباحاً أربعين يوم، موضع سجوده يصير يبكي عليه، يتألم، لفقده أنت قضيت حياتك كلها على مكان تسجود أو تعدد أماكن سجودك، يحن موضع السجود النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم صحيح البخاري، الكتاب، كتاب البيوع في صحيح البخاري، الحديث ألف وتسعمية وثلاثة وخمسين أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان في المدينة المنورة لما جاء إلى المدينة كان يخطب بالقرب من شجرة الرواية في كتبنا أيضاً موجودة لكن أنا أذكرت البخاري كان يخطب ويتكئ على شجرة ويخطب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في الناس، بقى فترة هكذا فبدوا الناس كثرون فجاءت إمرأة إلى رسول الله قالت يا رسول الله إن ابني إن لي غلاماً نجار ألا تريد أن يصنع لك شيئاً منبراً أو شيء لترتقيه وتخطب في الناس فقال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لا بأس ليصنع، بالفعل صنعت له، صنع له منبر أول يوم أدخله المنبر وجلس النبي عليها أراد أن يبدأ فسمع كل البخاري يقول فسمع كل من في المسجد صوت أنين وحنين شجي من الشجرة الشجرة بدأت تأن لفراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فنزل النبي فنزل النبي من على المنبر وجاء واحتضن الشجرة وأخذ يسكتها كما يسكت الطفل الصغير كما ورد في الرواية وهي تتنهد بالضبط مثل الطفل الصغير سكتها النبي شجرة يبتعد عنها النبي مسافة يبتعد عنها النبي مسافة تصير تبكي تأن لفراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما بالك لو فارق النبي الحياة أنس بن مالك يقول يوم دخل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء كل شيء ويوم فارق الرسول الحياة أظلم كل شيء كل شيء أظلم لفقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآن بعد كل هذه المقدمات ممكن أن تبكي السماء الأرض ممكن أن تبكي السماء من أجل فقد الإنسان لا لو سقط شهيده لا لو كان سيد الشهداء صلى الله وسلم الحسين ممكن نسمع الكثير أن الحسين بكت عليه السماء والأرض من وين هذا في الواقع تعالوا إلى القرآن الكريم هذه الآية المباركة صلى على محمد وآله محمد هذه الآية المباركة فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين من قوم فرعون وجند فرعون غرقوا في النيل غرقوا في النيل الله سبحانه وتعالى في منطوق هذه الآية ماذا يقول يقول فما بكت عليهم السماء والأرض يعني لم يتحرك لهم ساكنا ما تفعلت لا السماء ولا الأرض لفقدهم فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين وإحنا ما نظرنا لهم ولا اهتمين لهم على الإطلاق يا رب العالمين قوم فرعون ما بكت السماء والأرض لهم ماذا يعني؟ يعني في أحد غيرهم تبكي له السماء والأرض في أحد غير قوم فرعون تبكي له السماء والأرض نعم أنا نقول لك هنا سبع تفاسير أنا راجعتها من غير مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأسكى السلام أما تفاسيرنا فجلها تفسير ابن أبي حاتم من مفسري القرن الرابع الهجري تفسير ابن كثير تفسير الدر المنثور لجلال الدين السيوطي تفسير الثعلة بن نيشابوري من علماء القرن الخامس تفسير المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي من علماء القرن السادس كذلك ابن مسعود البغوي من علماء القرن السادس في معالم التنزيل وكذلك تفسير القرطبي وغير هذه التفاسير هذا اللي أنا راجعتها في الواقع كلهم أجمعوا أن السماء ما بكت كل السماء يعني ممكن علي وعليك يبكي علينا موضع السجود يبكي على ابن آدم إن لله عز وجل بابان باب للأرض وباب للسماء للأرض موضع سجوده منه يستجاب الدعاء ومن باب ومن باب السماء ينزل الرزق إذا مات ابن آدم المؤمن بكاه الموضعان هذه في الروايات يبكي عليهم موضع سجوده أما الأرض فما بكت عليهم السماء والأرض السماء ألف لا من الاستغراق يعني كل السماء والأرض يعني كل الأرض هؤلاء لم تبكي عليهم على من بكت كل المفسرين في الواقع من مدرسة أهل البيت يقولوا ذلك وهذه مجموعة من التفاسير أن السماء ما بكت إلا على اثنين يحيى ابن زكريا والحسين ابن علي تريد السماء بكت على الحسين نعم من القرآن من القرآن ومن تفاسير القرآن السماء بكت على سيدي شباب أهل الجنة وتعددت الأقوال في كيفية بكائها بعضهم يقول أنها بكت أربعين صباحا وبكاؤها حمرتها بعضهم يقول بقيت حمراء كان نوع بكاءها لمدة أربعة أشهر بعضهم يقول لا بل أن الناس يوم عاشوراء وجدوا بيوتهم وجدران بيوتهم كلها حمراء لأن السماء تساقطت دمًا على أبي عبد الله الحسين دم السماء نزف الدم على سيدي شباب أهل الجنة عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام وأيضًا ابن كثير ينقل القرطب ما رفع حجر ابن كثير ما رفع حجر إلا وكان تحته دمع بيط يعني ماذا الآن إذا في حجر على الأرض لما تمطر الدنيا المطر يغط فقط الطبق الفوقية من الحجر تحت الحجر لما ترفع تشوف نوع من الجفاف فلما كانوا يرفعون الأحجار يجد تحتها دمع بيط يعني هذا الدم من دم السماء هذا دم الأرض ودمع بيط يعني طري طري السماء والأرض بكت على أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه وبكاؤها الدم ابن سيرين مثل ما يقول على ما أذكر ابن كثير أو القرطب أحدهما في تفسيره نقلاً عن ابن سيرين أن هذه الحمرة التي نراها في الشفق عند شروق الشمس وعند غروب الشمس هذه الحمرة لم تكن قبل مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه أبداً يعني كانت تظهر الشمس بلونها الأبيض وتغيب بلونها الأبيض لم تكن تغيرت المنظومة الكون لا مو عجيبة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لما ولد رسول الله كل المنجمين في زمن النبي الأعظم وجدوا أكو نوع من الحركة في الكواكب ونوع من التغيير فعرفوا أن بهذا التغيير ولد نبي آخر الزمان ويوم سقط الحسين شهيداً صلوات الله وسلامه عليه شهادة الحسين أحدثت ثورة في ربوع الكون من السماوات العلا إلى الأرض الكل بكى على أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام كل الكون بكى سماوات أرض بكت على سيدي شباب أهل الجنة شوية الناس يتوجهون إلى الله الله سبحانه وتعالى ينزل إليهم الخيرات والبركات ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لكن لما يكونوا بعيدين عن الله سبحانه وتعالى الله يعرض عنهم الله يريد شوية توجه يريد توجه لو كان هذا التوجه بحجم سيدي شباب أهل الجنة الحسين لا تستغرب في الواقع هذا من القرآن تعالوا من وين أنتوا جبتونا البكاء على سيد شباب أهل الجنة شوفوا في الواقع الدم يعني في مسألة لا نريد ندخل في بعض الأمور ولكن دم دم يعني رافقت قضية الحسين قضية الدم مظلومية الحسين صلى الله عليه وسلم يعني السماء التي تعبر عن حزنها تعبر بالدم الأوروتي تعبر عن حزنها تعبر بالدم الكثير من هذه الأمور من القرآن تعالوا إلى السنة النبوية في الواقع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من مصدر وأكثر هذه المصادر كلها موجودة أنا ما أتحدث من دون دليل في الواقع ما أتحدث من دون دليل وإنما بمصادر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان بين يديه الحسن والحسين يلعبان وينظر إليهما فرحان النبي وإذا بجبرئيل قال يا رسول الله أخبرك أمراً صار يبكي أمير المؤمنين سأل يا رسول الله يا رسول الله مما بكاؤك قال أخبرني جبرئيل الآن أن ولدي الحسين يقتل وتبكي له السماء والأرض السماء والأرض تبكي على الحسين ثم قال للإمام وقد أراني شيئاً من تربته رواية القارورة اللي كلكم سامعيها ها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أعطى قارورة فيها من تربة الحسين لأم سلمه وقال متى ما رأيتي هذه التربة حولت إلى حمراء اعلمي أن ولدي الحسين قد فارق الحياة عرفي أن ابني استشهد وبالفعل هذه التربة تحولت يوم مقتل الحسين كانت تجلس أم سلمة أمامها وتقول تخاطب التربة لما راح الإمام للعراق كانت تجلس يومية أمام التربة أم سلمة وتقول إن يوماً تتحولين فيه إلى دم أحمر لعظيم عند الله اليوم اللي تتحولين به إلى دم هذا يوم عظيم النبي الأعظم بكل حسين علم الناس على البكاء على الحسين صلوات الله وسلامه عليه المشكلة أيها الأحبة إحنا نعيش بزمن اليوم هناك عصرنة القضية الحسينية حداثوية القضية الحسينية كافي نبتشين شقد نبتشين ليش نبتشين على أي أساس نلطم على أي أساس نتأثر على قضية الحسين تعالوا خلنا الثقف مولانا عزيزي السماوات والأرض تبكي حسيناً أنا أشذ عن قاعدة الكون ليش؟ على أي أساس؟ أي عزيز يموت عندنا إحنا نتأثر إلى بقوة يعني بمسافة علاقة نبي ومسافة شخصيته نتأثر له نتأثر لما نسمع بفقده ما بالك بالحسين صلوات الله وسلامه عليه روحي له الفداء ريحانة رسول الله هذه الأفكار في الواقع البعض يقول ما لازم ندخل شيء جديد في الدين هذه الأفكار هي الجديدة اللي بدت تطرع علينا هذا التنوير اللي كان في التاريخ اليوم تنوير في قضية الحسين عزيزي صدقوني البكاء على الحسين سن من رسول الله رسول الله من سن البكاء على الحسين صلوات الله وسلامه عليه والكل سامعين روايات لا تعد ولا تحصى في البكاء على أبي عبد الله الحسين الزهراء روحي له الفداء عم البكاء جان من الزهراء مو على الحسين على والدها اقرأوا في أكثر من مصدر الزهراء سلام الله عليها كتاب سنن النسائي كتاب الجنائز عن أنس أن فاطمة بكت على رسول الله حين مات فقالت يا أبتاه من ربه ما أدناه يا أبتاه من جبرايل ننعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه الزهراء بنت رسول الله ريحانة النبي فلذة كبد النبي المعصومة تبكي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أن أهل المدينة جاءوا لعليه وهذا النبي الأعظم بكاء البكاء على الحسين قبل أن أكمل حتى لا تستقطع كلامي وتقول أنت تغالي البكاء على الحسين أستقطع أتوقف لأن صارين يأخذون مقاطع في الواقع أعظم نعم أعظم في الواقع من البكاء على رسول الله شلون مولانا شيخنا عجيب النبي الأعظم نعم الكون كله يبكي على رسول الله قطعا يتأثر مو فقط موضوع سجود النبي بالتأكيد وإن كان ما في عندنا أن السماء والأرض بكت دمًا على رسول الله ما عندنا أبدا أتحدى واحد يجيب لي مو ذولة تفاسير ذكرتهم أتحدى واحد يجي يقول أنه بكت السماء والأرض دمًا على رسول الله أبدا ما عندنا لكن مع ذلك أكيد تأثرت السماء والأرض على النبي إذن كيف قضية البكاء على الحسين أعظم بكاء الكون كله على النبي جيب دمعة من دموع النبي على الحسين حطها بكفة الميزان دمعة واحدة من دموع النبي ضيفها إلى الكون يرجح البكاء على سيد شباب أهل الجنة لما نقول عظيم أعظم لأن يضاف إلى البكاء على الحسين ها بكاء النبي أيضًا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يفارق الحياة السماوات والأرض تحزن علي بن أبي طالب يحزن فاطمة الزهراء تبكي وتحزن أهل البيت يحزنون هذا كل يحدث للحسين ضيف نقطة أخرى سيد الكونين سيد الكائنات يبكي على الحسين ترجح قضية البكاء على أبي عبد الله الحسين صلى الله عليه وسلم الزهراء بكت وبكت حتى إجوا قالوا لأمير المؤمنين قل لابنة رسول الله إما أن تبكي بالليل أو تبكي بالنهار لقد أزعجتنا ببكائها وهذا البكاء على النبي فما بالك بالبكاء على أبي عبد الله الحسين صلى الله عليه وسلم هم شرعنوا لنا البكاء طيب الزهراء بالله عليكم بالله عليكم أنتوا يا من تدعون إخواننا الأعزاء وكلهم إخواننا في الواقع على الرحبة والساعة هل بهم جميعاً ونحن نحترم تعالوا لنعيش احترام الرأي الآخر احترام الرأي الآخر أن لا أسفه أحداً لكن بالنتيجة لا يسفهني أحد لا يصير نوع من التسفيه يعني الزهراء تبكي ليل نهار على النبي الأعظم ما كانت تعرف الموازين النبي يا بنت رسول الله شنال بكاء هذا ضعف لا تبكين ما يصير تبكين يا بنت النبي الأعظم ترك البكاء الزهراء تبكي وتبكي بكاءها ضعف لا قوة قوة لأن أحدثت بلبلة ثورة ببكائها الزهراء في المدينة المنورة لماذا تبكي بنت النبي؟ ما الذي يصير؟ فقد النبي؟ لا لقد غصب وحق عليه ابن أبي طالب صلى الله عليه الزهراء عندها مبدأ الزهراء عندها قضية لاحظوا أقوى سلاح خاصة عند المرأة معروف أقوى سلاح عند المرأة الدمعة ما تجرد سيف لكن تجرد دمعة بدمعتها تحرق جيش بدمعتها تحرق جيش المرأة يجي يقول لك الحوراء زينب سلام الله عليها مولانا شيخنا إيش لون الحوراء زينب هذه الأبي ابنة علي هذه العظيمة هذه الكذا هذه الكذا تبكي يا حبيبي صدقوني بكاء زينب قوة ها؟ بكاء زينب عظمة عظمة أتريد تقول هذا الذول وإحنا ما نقبل بالذول البعض يقول الدمعة التي نصبها على الحسين هذه دمعة ذول عجيب مولانا دمعة ذول في ظاهرها أي ذول ليش؟ مو بس الحسين لا 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 إذا أتريد تقول أنه ذول الدمعة بعض الأحيان ها والله منكسر خاطرة لا 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 مو ذن هذة على كيفك الحسين صلوات الله وسلامه عليه روحي له الفداء ريحانة رسول الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأسك السلام ريحانة النبي بالله عليكم يجي شخص لعين مثل الشمر يجلس على صدر الحسين سهله هذه القضية؟ يقول الإمام الرضاء وهذا حديث مشهور مو كلامنا إن يوم الحسين أقرح جفوننا يعني الرضاء يبكي الرضاء صلوات الله وسلامه عليه إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا ثم يقول وَأَذَلَّ عَزِيزَنَا بِأَرْضِ كَرْبٍ وَبَلَا أَذَلَّ عَزِيزَنَا المظهر مظهر شخص يهجم عليه مجموعة ويقتله وأهل بيته فيه نوع من مظهر الإذلال لكن من هذا الإذلال عظم ذليل ليش ذليل؟ الحسين أذلى هذه الذلة فيها رفعة لماذا؟ لأن الإنسان إذا الملائكة تذللت لآدم سجدت سجدت لآدم لو ما سجدت تذللت لآدم لو ما تذللت تذللت لآدم سجود الملائكة لآدم وهذا النوع من الذل لأظهرة الملائكة لآدم هذا ضعف أم قوة؟ هذا قوة لأن من خلال سجودها امتثلت لأمر الله عز وجل امتثلت لأمر الله فسجودها يصير مو ذل مظهره مظهر ذل ولكن في واقعه قوة الحسين صلوات الله وسلامه عليه مظهر الحدث مظهر ذل ولكن في واقعه قوة صلوات الله وسلامه عليه امتثال لأمر الله يسلم الحسين أيها الأحبة يسلم لأمر الله مطلق عليها أفضل الصلاة وأسكى السلام يوم عاشورة في رواية في الواقع أحد العلماء كان ينقلها أن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه لما جلس اللعين الشمر على ظهر الإمام أخذ الإمام يضرب الأرض بيديه هذه الرواية أخذ الإمام مرة لقلتها إلى بعض الإخوان أخذ الإمام يضرب الأرض الإمام الحسين أجوا للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة سئلوا الإمام السجاد قالوا يا ابن رسول الله أكان والدك يضرب الأرض من شدة الألم قال لا شوفوا هذه القوة هذا التسليم إلى الله ما يريده الله لي هذا العظمة قال لا ولكن والدي الحسين جاءته حملة الأرض ملائكة الموكلين بحمل الأرض فقالوا يا ابن رسول الله أنجعل عاليها سافلها نقلبها للأرض فكان يقول لا استقري استقري رضا بقضائك لا معبود سواك الله أكبر هذه العظمة هذه العظمة سيد الشهداء الحوراء زينب تبكي وتبكي 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 وبكاء زينب قوة عظمة لا تقول لي ضعف لماذا؟ لأن ببكاء زينب صدقوني ما انتصر الحسين إلا بدموع السجاد ودموع زينب دموع زينب ضعف بالله عليكم إمام مفترض الطاعة يا موالين يا محبين حتش يموية غير الموالي يا موالين يا محبين إيش قول زينب ضعف زينب ما بشت خوب تعال زينب ما بشت تقبل أن الإمام زين العابدين من البكاءين الخمس له لا تقبل تقبل له لا تقبل الإمام عشرين ثلاثة وعشرين خمسة وعشرين ثلاثين سنة على اختلاف الروايات في عمره بعد رحيل والده الحسين وبعد شهادة الإمام الحسين بكى السجاد ثلاثين سنة يبكي ابن النبي حجة الله على الأرض كلكم سامعين يشوف ماء يبكي يشوف نار يبكي يشوف طفل يبكي يبكي الإمام صلوات الله وسلامه عليه أحدث ثورة بالبكاء هذا مو بكاء ضعف كذلك نحن أتباع مدرسة أهل البيت لاحظوا الأنبياء دخلوا إلى الأمم بمفرقعات دخلوا إلى الأمم بقضايا نبي الله إبراهيم عليه السلام يريد يشد انتباه الأمة ماذا يفعل؟ يأتي النبي إبراهيم إلى أكبر صنم أول مرة يروح يكسر الأصنام يكسر الأصنام ويأتي يعلق الفاس الذي يكسر به الأصنام على اليمن على رأس أكبر صنم يجوا وقال له أنت الذي كسرت الأصنام قال لا مو أنا هذا الفاس شوفوا وين معلق هذا الصنم الكبير هو الذي يكسر بقية الأصنام قال له يا إبراهيم هذا الصنم لا يهيش لا ينيش لا يتحرك شوفوا سوى بلبلة في الواقع سوى بلبلة سوى شيء مهم يشد انتباه بقضية معينة بشيء معين بحدث معين قال لهم إذا كان لا يتحدث ولا يتحرك من مكانه ولا ينطق ولا يفعل شيئا لماذا تعبدوه؟ ليش تعبدوه؟ زينب ببكائها أكذبت أحدوثة بني أميه أسقطت عروش الأمويين بدمعتها أزالت كل هذا الغطاء اللي كانوا يحاولون يغطوه على قضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه رادوا يطمطموها للقضية حسين انتهى بكربلاء وطمطموا القضية وإنهوها لا 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 زينب طول الطريق تبكي ترجع للمدينة تبكي ما تستقر يخرجوها إلى الشام تروح بالشام وشوفوا سبحان الله تشاء القدرة الإلهية أن زينب تجي إلى الشام حيث مركز دولة بني أميه مركز دولة بني أميه تجي تقول هنا من هنا انطلق القرار لقتل أخي الحسين وأنا أرجع إلى مركز القرار لتتهدم القصور لتذهب لتداس بالأقدام وليبقى قبري روضة من رياض الجنة رغم أنوف الجبابرة بدمعتها صنعت كيانا للحسين يجي البعض يقول احنا نقزم زينب لأنها بكت لا احنا نعظمها ونحن نبكي لبكائها ونبكي مع بكائها ما الذي ننتفع شيخنا بالبكاء يا مولانا عزيزي صدقة أنا أسأل بالله عليك لما تعطي صدقة ما تنتفع من الصدقة أنت؟ ترجم لي إياها صدقة وراحت حطيتها بصندوق الصدقات وأنت انتفع في الدنيا أنت تحصل تشعر بنوع من الارتياح أنه أنت قاعد ساهم في إنقاذ شخص ما عنده أموال وفي الآخر الأجر العظيم هذه الدمعة أيضا كذلك هذه الدمعة أيضا كذلك الدموع على الحسين في دار الدنيا إعلانه رفض أني أبكي حسينا ما بقيت وسنبقى نبكي على الحسين ما حيينا لأن دم الحسين لا يزال طريا لما نجفف الدموع نسكت مولانا اسكتوا ليش ما صعد واحد يمنى بالدنيمارك يلقي محاضرة وجامع الناس وتعالوا أترجاكم لا تروحون من أوروبا ومنا ومنا إلى زيارة الحسين لا يوجد داعي دعونا نحولها إلى مؤتمرات مناطقية تثقيفية الشعارات البراقة الحسين فكر الحسين عظمة الحسين فكر والحسين عظمة والحسين والحسين لكن الحسين دمعا أنا قتيل العبرة والعبرة لم يقل أنا فقط قتيل العبرة شيء يكمل الآخر حسين فكر تعالوا لا تروحون لزيارة الحسين نحولها إلى ما تروحون لزيارة الحسين هاوا نحولها إلى مؤتمرات تثقيفية وما في داعي نصرف هالأموال الطائلة وهالناس راحين لزيارة الحسين وكذا وكذا يعني شيء في الواقع غريب بالآخرة من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الرواية في كتاب البحار النبي الأعظم يقول كل عين باكي يوم القيامة إلا عينا بكت على مصاب الحسين في الدنيا أنت تحصل أنه أنت قاعد في الواقع تشارك زينب وتواسي زينب ببكائها تواسي زينب بالبكاء أيضا في الآخرة هذه الدمعة هذه الدمعة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها الصدقة يأتي يقول لك مولانا أنت تقولون دمعة على الحسين تطفئ نار جهنم يعني الصدقة تتحول إلى عشرة وإذا مطي مئة صدقة تتحول إلى ألف والدمعة تبقى مثل ما هي لماذا نحجم حقلنا ونسوصل بحجم الدمعة؟ هذه الدمعة تتضاعف يضاعفها الله عز وجل يوم القيامة وما تبقى الدمعة إنما هي أعمالكم ردت إليكم تجينا الأعمال بشكل كل عين باكي فإنها ضاحكة مستبشرة بنعيم الخلد أيضا في الخصال عينان لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين بكت على أبي عبد الله الحسين صلواته الله وسلامه عليه فلا نستهين بالدمعة على أبي عبد الله بس الدمعة شيخنا؟ لا حبيبي أكبر من الدمعة زيارة الناحية وما أدراك ما زيارة الناحية اللي يجون يشككون في زيارة الناحية ويقولون هاي من وين؟ زيارة الناحية يشككون فيها لأن فيها كلام يخص ها؟ كلام يخص أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين كلام يخص القضية الحسينية يضربون الزيارة مو لأنه والله الزيارة لا وإنما حتى يحاول يضعف قضية الحسين عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام لاحظوا هذا اللطم لطم ما ردد خلانا في مجال التطبير والشعائر الحسينية ها؟ ولكن بشكل عام أقول كلمة واحدة أيها الأحبة إحنا ناس مكلفين كل واحد عنده مرجع تقليد بعض الأمور نعرضها إلى مراجعنا مولانا شنو رأيك؟ تقبل أو ما تقبل؟ كل يعمل بفتوى مرجعه عرفتوا؟ قضية الحسين رافقت الدم رافقت الدم شوفوا أيها الأحبة زيارة الناحية أول من روى زيارة الناحية رواها الشيخ المفيد الشيخ المفيد متوفي سنة 413 هجرية يعني قبل ألف وأربعة وعشرين ألف وخمسة وعشرين سنة الشيخ المفيد متوفي قبل ألف سنة ينقلنا زيارة الناحية وينقلها من بعد تلميذ السيد المرتضى نقلا عن مصباح الزائر للسيد ابن طاوس والعلام المجلسي ينقلها والمحدث النوري في مستدرك الوسائل والشيخ عباس القمي في نفس المهموم ينقلون الزيارة الناحية الزيارة الناحية شبيهة أيها الأحبة زيارة الناحية الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف يخاطب جدل حسين عليه أفضل الصلاة وأسك السلام وهذا مو من عنده كلام النبي الأعظم كلام أهل البيت كلام الإمام الصادق على مثل الحسين الإمام الصادق يقول أيضا المصادر موجودة على مثل الحسين فلتخمش الوجوح ولتلطم الخدود كلام الإمام الصادق أيها الأحبة معقولة نعم 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 شنو اللي يصير تعالوا خلين ترجم هذا العمل هذا في الواقع شخص قبل ألف وأربعمائة سنة يقتل في بقعة وتنتهي القضية قالوا لأحد علمائنا العلامة الحل على ما أذكر في زمانه قالوا لأنتوا خابصين بواقعة الطاف وتظلون تبتون على الحسين وتسوون قالهم واقعة الطاف صارت في مكان مغلق أما واقعة الغدير صارت أمام مئات الآلاف من الرواة وكذبتوها وقلت علي بن أبي طالب لم يوصي إليه النبي وحورتوها وغيرتوها وحاولت الطمطموها فما بالكم لو أن واقعة الطف رد نسكت عنها ما سيصير سنتهي فأحنا ما نسكت عن واقعة الطف على الإمام الصادق هذا اللي يجي يقول لا ترحون إلى زيارة الحسين شنو الإمام الصادق أنت تفهم حضر تكله الإمام الصادق يجون يقولون يا ابن رسول الله نذهب لزيارة جدك الحسين في أكثر من مصدر نذهب في البحر لزيارة جدك الحسين فتنكفئ بنا السفينة الآن الحج اللي يروح للحج إذا ما مستطيع يعني الطريق ما مؤمن يسقط عليه الحج الواجب ما علي حج لكن في زيارة الحسين يقول يا ابن رسول الله نذهب لزيارة جدك الحسين فتنكفئ بنا السفينة نذهب وزيارة الحسين مستحبة الإمام جاوض قال تنكفئ في الجنة إن شاء الله يعني ذا قلبة السفينة في الجنة ليش لأن صدقوني لولا إقامة قضية الحسين لوما هاي الحسينيات ولوما الشعائر الحسينية ما تسمع صوت مؤذن ولا يبنى مسجد في الأرض حتى اللي يبني مساجد يبني لأن أكو حدف جماهير يصير أكو شيعة عدهم مشروع وعدهم برنامج وعدهم قضية يطالبون بدم الحسين فالحسين هاي القضية يصير فيها نوع من التنافس فتكثر المساجد تكثر الأمور ويحاولون إظهار الكثير لأن حركة الحسين تحركهم صلوات الله وسلامه عليه تنكفئ في الجنة الإمام الصادق يا ابن رسول الله أنا معمي سامعين بالتاريخ يجوا وكان يقطعون أياديهم ها قطعوا مني دينة شفوف يجي يقدم إيده اليسر يقولولا اليمني يقول اطيتها السنة الماضية السنة الماضية أنا اطيت إيدي للحسين صلوات الله وسلامه عليه يجي يقول لا تندب الله لأندبنك روحوا راجعوا في كتب اللغة كلمة الندب وهذا كلام الإمام الحجة في زيارة الناحية الندب مو يعني اللطم لا ترك أثر الجرح على البدن ترك أثر الجرح وهذا إمامك الحجة المعصوم المفترى في الطاعة لأندبنك شوفي فرق أندبنك صباحا ومساء ولأبكينك يعني بكاء شيء والندب شيء الندب ترك أثر الجرح على البدن لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دم سلام الله عليه روحي له الفداء لأندبن عليك بدل الدموع دمى في زيارة الناحية وارد هذه مهمة ذكرتها بعض الإخوان قال لا بأس أنت تنشرح للإخوان تتبين لما جاء فرس الحسين صلى الله عليه أنا أشرت لها ولكن مع ذلك أكررها بارحة أو أول البارحة في المجلس النهاري أشرت لها للتوضيح الأكثر إجا فرس الحسين فخرجنا الإمام يقول الحجة فخرجنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود إلى طمات وبالعوي لصائحات وإلى فرسك كذا مولانا ما يصير زيارة الناحية ضعيفة لأن بها خرجنا من الخدور ناشرات الشعور شلون زينب تخرج ناشرة للشعر على كيفك يمعود تعال فهمها أنت خلي نحلل الأمور بشكل منطقي ناشرات الشعور عادة العرب نساء العرب ضفيرة يشدن يشدن ضفائر في كل القبائل العربية وحتى الآن عندنا بالعراق القضية موجودة في العزاء لما يموت والدها وشي يلطمان وينثرا الشعر على بدنهن لما إجى فرس الحسين سلام الله عليه محمح من ينادي الظليم الظليم من أمة قتلت ابن بنت نبيها بلسان عربي فصيح سيدة زينب قالت انشرنا الشعر لقد سقط أخي الحسين أخي راح فنشرنا شعرهن تحت القناع يعني لما خرجنا لم يخرجنا ناشرات الشعور حاشا لله حاشا لزينب أن تنشر شعرهن ولكن نشروا شعرهن تحت القناع فتحوا الظفائر حالة حزن حالة حزن تقول لأم عليين الأكبر تخلي إلى الخيمة وانشر شعرك وادعي حتى يرجع ابنك تروح تنشر شعرهن هذا قبل مقتل الحسين وشهادة الحسين صلوات الله وسلامه عليه نحن إذا نحلل الأمور مولانا انتوا هذا اللطم منين جبتوا النيا والدم وهذا ألطم بأصب عين خاف تأثر على صدرك شوية مو حلوة العالم ينظر إلينا هذه ما كانت شفت معصوم يوم من الأيام لطم شفت معصوم لعم المعصوم اللطم وهذا موجود وارد ما أحد ينكرر في روايات شفت معصوم الطبار مولانا كل اللي ما سوا المعصومة أنا ما أسوي بالله عليكم شفت معصوم من المعصومين الإمام السجاد بنقب على قبر أبو الحسين بنقب الإمام السجاد الإمام الباقر بنقب على قبر أبو الإمام السجاد ما كان أكو واحد إذن هاي القبب مبتدعة خنطي مجال للغير ينتقدنا يعني كيفون هالشكل هذا المصطلحي كيفون هاي القبب بدعة لم يفعلها أي إمام أي إمام ما بنقب إذن خلوا نهجم القبب لأن لم يفعلها إمام حبيبي القضية لا تقاس بها الشكل هذا مو كل شيء اللي ما سوا الإمام إحنا ما نسوي بعض القضايا تصير ما دام أنه فيها إعلان وفيها إعلام وفيها إظهار لعظمة المعصوم وإظهار لمظلوميته خلينا نسويها ليش لا والله الغربي يضحك علينا أو الشرقي يضحك علينا بالله عليك هذا الغربي اللي يضحك علينا إذا شافنا نلطم من هو هذا الغربي إذا كان غربي مسيحي فالمسيح عدهم يوم قداس المسيح عدهم شغلاتهم الخاصة يضربون مسامير بالأيادي ويسمرون يسمرون شخص ويعلقوه وكأنه السيد المسيح أقول له اروح شوف جماعتك المسيح إذا غير متدين فغير المتدين أنا بس أحط لحية حتى لو لا بس قعط وارباط ومكشخ أمامه بمجرد أن أحط لحية وأضع لحية هو يعتبر لحيتي تخلف يعتبر لحية تروح زين لحيتي حتى الغربي لا يضحك علي لا عمي مو الشكل الغربي ثم تعالي اللي كاتلين يضحكون علينا وفيه توهين للمذهب توهين للمذهب أماماً الغربي فأنا عايش بالغرب عدهم بالشوارع يخرجون عرات عرات أنا هذا أحسب لحساب بالله عليكم عدهم يوم الطماطة العالمي يوم الطماطة واحد يضرب الثاني بالطماطة وتعال شوف ضرب الطماطة وشي من هذا القديم أنا أحسب لهم محساب والله حتى يضحكون علي عندي شغلتي أنا عندي مرجع تقليد وعندي فتوى من مراجع وعندي كذا وعندي احترام لرأي الآخر لكن لن حمل ثم أنه يضحك علي غير أتباع مدرسة أهل البيت هذا الوهابي يذبحني يقتلني يذبحني ويتبرك بدمي إلى الله أنا ليش أشد لراس في الواقع الآخرين كل من عنده منسكة من وين جبتوها زينب ضربت رأسها بعمود المحمل سلام الله عليها روحي لها الفداء الطريحي في المنتخب ينقل العلامة الطريحي متوفقة قبل ثلاثمائة وخمسين سنة ينقل قبل ثلاثمائة وخمسين سنة ينقل لنا رواية أن زينب نطحت رأسها بعمود المحمل السيد عبد الله بن شبر في جلاء العيون البحراني في العوالم العلامة المجلسي في البحار نقلها أيضا السيد عبد الحسين شرف الدين صاحب كتاب المراجعات ينقلها في كتاب المجالس الفاخرة لا 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 أول من ضرب تدرون منه الذي ضرب رأسه بالسيوف نحن كنا بالبكاء وأجينا لكن كل هذه باقة واحدة قضية الحسين فكر خطابة منبر دمعة عطاء لطم بكاء شعائر كلها تؤدي إلى هدف واحد هو إظهار عظمة الحسين خلي كل واحد يا أخي خلي كل واحد فد قضية معينة يسوي وعلى طريقته يعبر مأجور جزاك الله خير الجزاك مبارك الله فيك أول من ضرب رأسه بالسيف صعصع ابن صوحان العبدي صعصع ابن صوحان اسمع هذه الرواية صعصع ابن صوحان العبدي اللي هو في الواقع من أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الإمام الحسين أرسل إليه وصل إلى كربلاء يوم 19 محرم يوم تاسع الإمام وصل إلى كربلاء يوم صعصع الرواية موجودة في كتاب لم تكن ردة لمح الدين الطبر الشافعي ها صفحة مئتين واثنين وسبعين أجه صعصع ابن صوحان مع مجموعة من المجاهدين وصلوا الإمام كان أرسله تعالى إلى نصرتنا فما وصل لنصرة الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهو وصل متأخرا وإجه وصل إلى كربلاء فضربوا رؤوسهم حتى سالت دماؤهم واختلطت بتراب كربلاء هذا من أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الصحصع ابن صحان القضية موجودة في الواقع احنا خلينا احترم الآخر البكاء على الحسين عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام والحسين ثورة ومو يوم يومين هسا الآن البعض يقول مولانا شهرين بكاء شهرين مجالس كل قليل صدقوني كل قليل لا تستكثرون اللي يجي هنا يحضر المجلس لمدة شهرين هنيئا إلى بارك الله فيه يستاهل أبو علي نعم ساعد الله قلب الحوراء زينب سلام الله عليها روحي لها الفداء إذن تتناغم مع الكون لا بل أنت تظهر العاطفة مع زينب عليها أفضل الصلاة وأسكى السلام روحي لها الفداء اللي أحزنت السماوات والأرض ركب الحسين يدخل إلى الكوفة الله أكبر ها أبكت كل عدو وصديق الزهراء تقول الحوراء زينب تخطب في الكوفة تقول لهم أفعجبتم أن مطرت السماء تماء تتعجبون السماء ها السماء بكت دم فبكوا كثيرا واضحكوا قليلا ابجوا ايه نعم دخل ها يقول الراوي دخلت للكوفة شفت بعض الناس يبجون والبعض يضحك ها سألت ما الخبر ألي أهل الكوفة عيد عدهم مهرجان عدهم حفل فرآني أحدهم أخذني جانبا وصار يبكي بكاء مرا قال ها أمران مجموعتان واحد ظالم والأخرى مظلومة ورأس المظلوم يدخل به الآن الآن جايبين رأس المظلوم سألت من قال رأس الحسين ريحانة رسول الله يقول بينما هو يحدثني وإذا أسمعت الطبول دقت ها والهلاة الكثرة ما الذي جرى هذا الحسين ريحانة رسول الله جايبين رأس الحسين الله أكبر الله 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 يا الله بنات رسول الله يا أرحم الراحمين النساء على السطوح ينظرون وإذا برأس الحسين يقول نظرت وإذا برأس الحسين على رمح طوين ودخلت مجموعة من الجمال عليهن نساء بغير وطاء الله أكبر يا محبين يا موالين هاي زئن بالعزيزة وبنات رسول الله وإذا بمجموعة من الرجال واكفين ينظرون إلى زينب وإلى بقية النساء يقول نظرت مرأة تلطم على رأسها وتنادي وغربتا أيها أخاه وحسينا أيها عباسا سألت عنها من هذه قيل هذه أم كلثوم آه يقول سمعتها تقول يا قوم أما تستحون تنظرون إلى بنات رسول الله آه غضوا أبصاركم ها إشلال تشوفونا وإحنا ماشيين أما تستحون هاي زينب والنساء والأطفال ويلكم هاي زينب هنا كانت أميرتكم وإذا بمرأة هامن على السطح الله أكبر صاحت من أنتم قيل لها بنات رسول الله آياء آياء احنا بنات الرسالة ضربت على رأسها منو زينب أم كلثوم ها سكينا رقي فنزلت وأخذت تأخذ مناه مقانع وأزور تجمعهن إلى بنات رسول الله آياء آه جمعت هاي الأشياء ها وجابت إلى بنات الرسالة الله أكبر شمال الناس تدفرج علينا والله شمال الناس تدفرج علينا عمت عيانا ليصد بالعين لينا يخسى القلا غايب ولينا رأس على الرموح لنا يتفكر يارا ها يارا ها أه ها أه ها أه يتفكر أنزلوا النساء والأطفال اهل الكوفة تأثروا هذول ابنات الحسين ايتام الحسين صاروا يجمعون لهم الطعام اللي يجيب تمور اللي يجيب خبوز هطفال جيار على طول الطريق كانت السيادة تتلوى على متونهن وما يطون الا رغيف واحد هه رغيف واحد للشخص الواحد باليوم جواح نظر خبوز نظرها تمر فاخذ الاطفال واذا بزينا تقول ابتعدوا عنا ان الصدق حرار علينا اهل البيت احنا ما ناكل صدقها ابتعدوا اي شمال الناس تتصدق علينا يا الله يا الله يا الله اي شمال الناس تتصدق علينا علينا عمت عينا لي صيد بالعين لينا اي شمال الناس تتصدق علينا 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 الدهار الدهار هالخان بينا بينا يا أخونا نذباح وحنا نسبين يا أخونا نذباح وحنا يا هاا Biec يا نائة يا رحم الراحمين يا مجيب دعوة المغطرين يا غيار المسلمين ترجمة نانسي قنقر